طيب خلينا بقى نروح من وجهة نظرك انا عارف ان انت لسه ما شفتش الراجل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ولا حد شافه حتى الغير دلوقتي ولكن اختيار النادي الاهلي لهذا الرجل من وجهة نظرك الرجل المحايد لكن اختيار النادي الاهلي لهذا الرجل وكيفية ادارة الرجل لهذه الفترة من خلال القرارات اللي بياخدها خلال الفترة الفاتحة ايه رأيك هو اول مباراة مع اول صفار اتحكم الاول مباراة رسمي تقصد اه طبعا هنعرف الرجل تشغال فين او وصل لفين الرجل عنده مهمة صعبة رجل جاي في فترة من اسقف فترات النادي الاهلي فنيا فنيا مظبوط فعلا الرجل ده عنده القدرة اللي هو بدليل ان النادي الاهلي ما جابش كتير ولا اقلبش لعيبة كتير صح اه 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 اجاب اللي هو اه تلاتة تلاتة سافيو وشادي وشادي ومصطفى سعد اه اه تمام اه التلاتة وابقى على بقيت يعني عندهم اقتناع كبير جدا ان اللعيبة دي الدروب اللي حاصل ده اه وارد يحصل إفعالي وانا تعلمت الحاجات دي مع كابتن جور الله الحمو مع حضرتك ومع المجموعة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت السؤال هنا يا كابتن هل انت كنت شايف فيه سبع أو تمن لعبين أكتر تسعة تقريباً كانوا بيلعابوا التلات سنين اللي ما قبل اللي هو موضوع الإجهاد والكلام ده اللي دائماً بنتكلم فيه طبعاً النادي الأهلي سيء من ناحية الفنية ده على فكرة طلق كابتن محمود الخطيب وقال هذا الكلام يعني كلنا معترفين يعني محدش بيوجد مبررات ولكن احنا نتكلم في الباقي بقى مش سبب واحد أو أسباب كتيرة جداً وصلت لهذا الأمر في أسباب سبب على سبب على سبب أدى إلى هذا المنظر أو الأداء صح هل بتعتبر أن السبع أو تمانية دول لما ياخدوا أجهزة شهر ما ياخدوهاش من ثلاث سنين أنا شخصياً اعتبرتهم حتى الناس اعتبرتهم صفقات جديدة والله تفرق كتير ما نقول لك بصها يا كابتن الإسلام لازم نقتنع اللي احنا هو النادي الأهلي النهاردة الثلاثة اللي جابهم تمام في الحتة اللي هي الحتة الهجومية الأمامية نظبوط وفيه محمد مغربي تقريباً أناه العرب بتاعته رجال سردباك تمام الراجل عنده مهمة صعبة جداً ولازم هتباني خلال الفترة جادي الراجل ده شغله ازاي نمرأ واحد النحية الدفاعية للنادي الأهلي بس هيكت في أواخر المباراة مع سواريش عمر ما النادي الأهلي وصل معاك لهذا المنظر الدفاعي وكمية الأهداف وكمية الانفراضات اللي حصلت على مرمى النادي الأهلي مثل هذا التوقيت تمام بالرغب أنت النهاردة أنا توقعت أن النادي الأهلي هيكون في صفقاته لعبة دفاعية تمام لكن لا هو ما جابش اللي بقى دفاعية يبقى معنا كده اللي انت الراجل مدير الفني ده عنده اقتناع كامل اللعيبة اللي موجودة دي التصلح وعنده القدرة اللي هو يرجع الحالة الدفاعية الجايدة أو الممتازة اللي معروف عنها النادي الأهلي اللي هي غابت عنه خلال الفترة اللي فاتت إلى وضعها الطبيعي ده أول ده أول درجة هدهاته في رؤيتي لهذا الراجل إنه هو إزاي هتزبط الدفاع النادي الأهلي تمام كتاكتك كترحيل كواحد ضد واحد كحاجات كتيرة جدا كرقابة تمام ده المدرب أنا ما شوكيش بها دلوقتي يعني شوك حتى مطشط الودي آه تمام وقافل على فكرة بالمناسبة وقافل على المطشط الودي بقولك ما يعني احنا بنسجل المطشط بس ما يقولك ما تزحيش كويس أكيد في المطشط أكيد في دفوهات دفاعية يبقى لازم هو أكيد هيشتغل بدليل أنت ما جبتش حد في الحتة الدفاع الوراء أو في اللعبة الدفاعية نين من أتنين أنت مقتنع اقتناع كامل بنص الملعة بتاعك اللي هو عمر السولية وإلي ديانج وحمدي فتحي ويمكن كمان ممكن يضم لهم أكرم محمد حسن كوكا كمان أنا بصراحة يعني سعد بقال ليه ابن أهلاو الجامد بقول لي تدتنا عين كنت أقول إيه أقوى خط نص ملعة في الدول المصري هو النادي الآن الثلاثة دولنا وقلوا برعابو بس يجون في الآخر طبعا تمام الحتة الأمامية كهرباء رجعلك حسين الشحات موجود طهر موجود محمد شريف شادي عنده كومنتو صغير على أحمد ياسر ريان كمان كومنتو صغير يعني كان ممكن يكون موجود كمان إضافة خوية تمام أنا لو أنا عندي لو أنا مدرب عند الاثنين دول أنا ألعب باثنين دول حربة وبالشرط نلعب باثنين دول حربة باش حاجة منزلة يعني أنا ألعب باثنين دول حربة تحتهم واحدة كسر أي فالأودان بالباور اللي هم فيه وبالطبيعة الحلال فنية بتاعتهم أنا ألعب باثنين دول حربة ومعايا كمان محمد شريف ومعايا حسام يعني كل لكن ما عرفش اتبعا في عجلة نظرات إدارات الله أعلم يعني ما عايز أدخل فيها بس أنا كواحد بتفرج شايف نمبر بالزبط بس فأعتقد أن الرجل مع أول مباراة نبتدي نقول الرجل ده رسمية آه اللي هي يوم تسعى بقى نبتدي نشوف أداءهم من أول مباراة هتقول يا كابتن طبعا حركة الرجلين بتباني الفكرة بيباني الباسنج بيباني الروح بتباني المهمة جدا اللي هي ما كانتش موجودة الفطر الفاتت فأعتقد الفطر الفاتت دي لابد من أنه يبقى له دور كبير جدا في محي هذه الفترة لجماهير النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر